اهلا بكم في حصة مغاربية كشفت هيئة الرقبة الإدارية في ليبيا عن تجاوزات وشبهات فساد جديد ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد دبيبة وذلك بعد أيام من نشر ديوان المحاسبة تقريرا مماثلا دفعت تقريران دبيبة إلى الإعلان عن سلسلة من الإجراءات في مواجهة تهم الفساد التي حاصرته خلال أيام الأخيرة من بينها ترشيد الإنفاق العام تقرير الأجهزة الرقابية تتزامن مع صراع سياسي محتدى بين حكومتي دبيبة وباشاغة وهو ما يثير الكثير من الأسئلة عن توقيت وتداعيات الملاحظات المنشورة من قبل ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من ديوان المحاسبة إلى الرقابة الإدارية توالت الاتهامات الموجهة للحكومة الليبية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد دبيبة بارتكاب العديد من التجاوزات وشبهات الفساد فضمن تقريرها السنوي وجهت هيئة الرقابة الإدارية لاتهامات باستغلال المال العام وإساءة استخدام الوظيفة إلى أكثر من 550 مسؤولاً في الدولة بسبب مخالفات إدارية ومالية وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت مخالفات لدى المجلس الرئاسي وحكومة عبد الحميد دبيبة وتمت إحالة المخالفات إلى جهات الاختصاص القضائية ضرورة متابعة كل موردة في هذا التقرير وشددت الرقابة الإدارية على أن إنشاء حكومة دبيبة أجهزة إعادة إعمار جديدة تستنزف مزيداً من المال العام ودافع التقريران اللذان أصدرهم ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية دبيبة إلى الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام لمواجهة تهم الفساد التي حاصرته خلال الأيام الأخيرة وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية حلت ليبيا في المرتبة المائة والاثنتين والسبعين من بين مائة وثمانين بلداً ضمن قائمة الدول الأكثر معاناة من الفساد حيث بلغ الفساد من ناتجها الإجمالي نحو سبعين في المائة بحسب ما يؤكد الخبراء نرحب بضيفينا من بنغازي الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي ومن تونس محمد شبار المتحدث باسم المبادرة الوطنية الليبية ضيفانا أهلاً بكم على شاشة الغد أبدأ معك دكتور ميلاد إذن موضوع الفساد المالي والإداري في ليبيا كما يرى البعض أو يرى محللون أنه بات ثقافة في ليبيا أين تتجه ملفات الفساد هذه التي لا محاسبة ولا مساءلة بعدها بداية أرحب بك سيدتي وأرحب بمشاهديكم الكرام الحقيقة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لم يكن صادم على الأقل للناس المتتبعين لما حدث من إخفاقات ومن تشوهات اقتصادية خلال فترة رئاسة الحكومة الوحدة الوطنية وهناك سبب واضح للشيء هذا أولا أن الحكومة قامت بتصرفات أحادية الجانب لم تتبع السياق العام في إقرار الميزانية من الجسم التشريعي من مجلس النواب ثم الذهاب إلى وضع خطط منهجية خطط تنموية تسير وفق المعطيات ووفق المشاريع المرصدة بشكل حقيقي الموضوع أن وهذا وارد طبعا حتى هو في تقرير ديوان المحاسبة أن الحكومة اشتغلت بعد طبعا تم رفض المقترح الموازنة العامة ولم يتم احتمادة اتجهت إلى سياق آخر وقامت بإقرار قرار 429 وقررت ميزانية بحوالي 86 مليار واشتغلت على هذه الميزانية وحولتها لوزارة المالية على أساس قيم إجمالية مبوبة دون تفاصيل ودون وضع المشاريع الليها أولوية ودون البحث في مجالات الإعمار والباحث في مجالات درتها بمعنى ميزانية قابلة للصرف ودون النظر للحيثيات اللي تحدثنا عنها وهذا بالتالي فتح مجال كبير للفساد وكذلك لمسألة الرقابة لأن المخصصات التي وضعت في الميزانية المقترحة الذي طبعا عرضات الحكومة لم يكن مبوب لم تكن فيه تفاصيل ولم تكن فيه يعني يعني لم يكن هناك منهج حقيقي في الصرف وفي التوزيع والوحدات لذلك تجد أن الفساد كائن فساد ممنهج وكانت هناك أرقام خيالية وهناك مشاريع وهمية وهناك الحقيقة العديد من الأشياء هذا شيء واضح تماما في ليبيا وحتى يعني ربما الانقسام وصراع المحتدم في ليبيا يوجه تحديات كثيرة وكبيرة أمام هيئة الفساد وحسبت هؤلاء سيد محمد شوهر نحن البنجول اللي أشرت ليه السادة اللي هو أين تذهب هذه الملفات أين تذهب هذه الملفات كنت سأذهب بهذا السؤال محمد شوهر إلى جهات الاختصاص تفضل أكمل فكرتك تفضل أكمل أكمل دكتور نعم هذه الملفات هي موجودة لدى جهات الاختصاص ولكن المشكلة في أن هذه الملفات رهينة الأدراج ولم يتم تفعيلها ولم يتم محاسبة المقصرين ومحاسبة الناس المسببين لهذا الفساد وهذا مما شجع هؤلاء المسؤولين الفاسدين على المزيد من الفساد لأنه لا يوجد رقابة ولم يوجد حد لهذا النهب العام ولهذا الإهدار العام لو أن هناك إجراءات رادعة وهناك متابعة لما وصلنا إلى هذا التقرير الحقيقي الذي يوضح مدى وحجم الفساد والنهب العام في الدولة وهذا شيء يوسف له صحيح طبعا سيد محمد شبار ما الفائدة من نشر هذه التقرير ومن كشفها لا مساءلة ولا محاسبة في ليبيا أين يتجه موضوع الفساد ألم تدق هيئة الرقابة وقبلها ديوان المحاسبة ناقوص الخطر في ليبيا بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم ولكل السادة المشاهدين طبعا هذين التقريرين سواء كان من ديوان المحاسبة أو جهاز الرقابة الإدارية لم يفصحان عن كل جرائم الفساد التي ارتكبت خصوصا خلال الحقب الماضية خصوصا خلال العشرة السنوات الماضية ونحن نتحدث عن فساد ضرب أطنابة وأصبح ظاهرة لكل المؤسسات في ليبيا ليس خلال العشرة السنوات الماضية وإنما نحن نتحدث عن حقب لأكثر من خمسة إلى ستة حقب يعني ظاهرة الفساد تخيم على كل المؤسسات بشكل عام ولكن ما حدث الحقيقة خلال العشرة السنوات الماضية هو تعدى الحقيقة الفساد هناك نهب للمال بشكل واضح أيضا هذين التقريرين لم يفصحان عن كل المؤسسات الضالعة في الفساد الآن الفساد شمل كل الشخصيات الموجودة في السلطة نحن نتحدث عن مجلس النواب مجلس الدولة حكومة الوحدة الوطنية أيضا المجلس الرئاسي كذلك حتى الحكومة الموازية وحتى أيضا ما يسمى بالقيادة العامة للجيش في المنطقة الشرقية الجميع الكل ظالع في الفساد ورأينا تقاسم كل هذه الأموال ونهبها وتحويلها إلى الخارج وبالتالي أعتقد أنه حان الوقت لوجود قيادة جديدة بعيدة عن كل هذه الشخص وهذا ما يذهب إليه المجتمع الدولي لليوم هناك قانون دعم الاستقرار الذي تم صياغته في الكونغرس الأمريكي هو هذا القانون أحد بنوده هو مسألة استرداد هذه الأموال التي نهبها الساسة ونهبها أيضا القيادات العسكرية وحالوها إلى الخارج وترجيحها من جديد إلى المؤسسات المالية في ليبيا خصوصا البنك المركزي أعتقد أن كل هذه الشخص هدفها الوحيد هو البقاء في السلطة من أجل نهب المال وغراق ليبيا في وحل الفساد هذا من جانبه أيضا زيادة حجم المعاناة التي يعانيها المواطن الليبي اليوم أعتقد أنه أيضا سواء كان الجهات الضبطية أو السلطة القضائية هي الحقيقة عاجزة عن تنفيذ أي شيء فيما يتعلق بمسألة سواء كان التحقيق أو مثول حتى هذه الشخصيات أمام القضاء الليبي لأننا نعلم جيدا بأن اليوم من يحكم في ليبيا هي قوة السلاح وأعتقد أنها مسألة انتشار السلاح في ليبيا أحد المعضلات التي وقفت حاجزا أمام طبعا لديك الميليشيات هي من أكبر المستفيدين الميليشيات المنتشرة في ليبيا هي ربما من أكبر المستفيدين من هذا الفساد وخاصة فيما يخص النفط يعني ربما 20% من الأموال التي تذهب إلى الميليشيات هي من مال مؤسسة النفط أذهب إلى الدكتور ميلاد الجمالي إذن اتهامات هذه تحاصل حكومة دبيبة هل من دلالات لخروج هذه التقارير من هيئة الرقابة وأيضا ديوان المحاسبة هل لتوقيت خروجها هذا أي دلالات الآن هل ربما أن حكومة دبيبة قد تتزحزح من مكانها هو والله خروج التقرير كيف ما أشرت حضرتك يعني لديه الكثير من الاستفهامات يعني وليس استفهام واحد أولا أنا نستغرب أن التقرير لم يعني يتم إحالته على مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية ومن المفترض أنه يطلع عليه ويطلع على هذه الخروجات ويطلع على لأن هذا بالتالي سيعني له دلالات أخرى وهناك حتى موازنة إذا كان هناك موازنة فمن المفيد جدا التعرف على مواطن الخلل وعلى الخروجات فأنا أستغرب أن الديوان قام بنشر هذا التقرير دون إحالته إلى مجلس النواب هذه جزئية جزئية ثانية أن الديوان المحاسبة طبعا هو لديه معايير وهذه المعايير هو يشتغل عليها من ضمن المعايير التي هي عمومية الموازنة العامة ثم احتماد الموازنة العامة ثم عدم تخصيص الموازنة وبعدين تجي الموازنة بين الإنفاق وبين الإيرادات هذه الأشياء أشار لها التقرير وطبعا التقرير هو جاه في ما يقارب عن 18 باب أو هو 18 باب لكن كيف ما قال ضيفك أن هناك خلل حتى في استقاء المعلومات تأتي بتدفقات ولكن الوضوح فيها غائب يعني بعض الإنفاقات غير واضحة هناك ميليشيات حصلت على أرقام كبيرة جدا يعني ملائين لم يشار إليها هناك بعض التجاوزات فمفهوم التسييس أنا لا أستبعد من تقرير المحاسبة وإن كان يعني هو ربا كما يقولون ظاهره فيه الرحمة وبطنه فيه العذاب هو أوضح وعرى الحكومة وعرى إنفاقها وأن الحكومة غير مسؤولة في الإنفاق وكمية الهدر وكمية النهب وأن لا يوجد الحقيقة عندنا ما يسمى بالدائرة المستندية المتكاملة الدائرة المالية المتكاملة هناك انتهاكات خطيرة هناك التفاف على قوانين الدولة على الإنفاق العام على الأسس والمعايير التي تقوم بها النظام المالي للدولة هذا كله واضح يعني وهذا يدلل على أن الحكومة تعمل بمفردها وبعيدا عن كل اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة هل المجتمع الدولي ببعيد عن هذه التقارير عن ما يحدث من فساد وإهدار للمال العام من طرف الحكومة التي أتت بها الأمم المتحدة والتي انتهت ولايتها لماذا هذا التكتم عن أو الصمت عن ما يحدث من فساد وانتشار الفساد في ليبيا هو المجتمع الدولي يتعامل مع ليبيا وفق الأولويات هو يضع الآن أولوية الأولويات هو محاولة يعني الذهاب إلى الانتخابات وتأسيس قاعدة دستورية يمكن الاتفاق عليها والخروج من هذا الشتات وهذا الانقسام بين حكومتين موازيات يريد أن يعمل بشكل متكامل فينظر إلى هذه الاختلالات هي نتيجة هذا المخاض ونتيجة هذا التخبط ونتيجة هذه الفوضى فيحاول أن يشملها يعني فوضى السلاحية مثل الفوضى التي حاصلها في الاقتصاد الليبي وفي الانفاق فيحاول أنه يقوم بحل كامل أو بحل شامل هو يرى أن من منظور المجتمع الدولي بمجرد أن تكون هناك حكومة شرعية وهناك مجلس نواب أو مجلس أمة منتخب وهناك ثلاث سلطات حاكمة تتشكل بعد الانتخابات سلطة تشريعية سلطة تنفيذية وسلطة قضائية هناك انفصال بين السلطات يعني هذا الحلم الذي يسعى لها المجتمع الدولي يعني يتوقع أن بعد أن يكون هناك مناخ مناسب للانتخابات وتكون هناك حكومة سيكون هناك تربة خصفة يمكن أن يبنى عليها لكن في حالة الفوضى هذه لكن ليس هناك أي مؤشرات نعم لا توجد مؤشرات وهل المجتمع الدولي ينتظر الآن من الحكومة ستقول له أن اكتفيت من هذا النهب اكتفيت من الفساد وتذهب وتتيح لها الفرصة هو ما قلت يا استاذة هو الكلام اللي قلت حاضرتك أن نحن الآن يفترض أن يكون هناك ترتيب للأوراق الداخلية للبيت الداخلي يعني نحن في هذه الفوضى وفي هذه الانقسامات وفي هذا الفساد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نذهب إلى انتخابات أو أن نضع بيئة مستقرة يمكن العمل عليها لكن للأسف الفوضى وعدم التحكم في موارد الدولة والجهات والميليشيات هذه كلها هي بيئة طاردة لا يمكن الجناء عليها وهذا ما سهل عملية الفساد اللي تحدث عن تقرير ديوان المحاسم صحيح دكتور أستاذ شبار كيف رأيت ردد فعل رئيس الحكومة المنتهية ولايته وأيضا الإجراءات التي دعا لها وكأن هذه الاتهامات ليست موجهة له وإنما لمؤسسات أخرى لا صلة له بها طبعا ما تحدث عن تقرير ديوان المحاسم هو بعض الملايين التي كانت تتعلق بسواء كان مسألة شراء بعض الأجهزة الإلكترونية كالهواتف المحمولة أو مسألة شراء الهدايا مثل الساعات أو حتى الحجوزات الفندقية وهذه لا تعبر إلا عن بعض الملايين نحن نتحدث عن المليارات التي تم نهبها وسرقتها من قوت الليبيين نحن نتحدث عن أكثر من 165 مليار هذه تحتاج إلى إجابة أيضا ما قامت به الحكومة الموازية برئاسة فتح بشاغة باقتراض مليار ونصف من البنوك التجارية في المنطقة الشرقية أين ذهب هذا المليار ونصف أيضا ما تم تحويله من جهاز الضرائب أكثر من 500 مليون تم إحادتها إلى ما يسمى للقيادة العامة وبالتالي أعتقد أن ظاهرة النهب والسلب طالت كل هذه المؤسسات وكل هذه الشخصيات كل المسؤولين سواء كانوا على المستوى السياسي أو حتى على المستوى العسكري ولهذا الحقيقة وما قام الظهور الأخير للشعب خلال مطلع يوليو الماضي المطالبة بإسقاط كل هذه الأجسام كانت له دوافع وكان الهدف منها هو استبعاد كل هذه الشخصيات الفاسدة التي لم يكن همها أي شيء إلا نهب الأموال الليبيين اليوم المجتمع الدولي عاكف بشكل حثيث وسريع عن مسألة تشكيل هيئة تنفيذية موحدة لها تفويض من أجل وقف هذا النزيف الفساد في ليبيا وأيضا من أجل الحفاظ على عائدات النفط وأيضا التوزيع العادل بشرط أن يحكمه مبدأ الشفافية بالإضافة إلى مسألة التمهيد للانتخابات التي يطلع إليها أكثر من ثلاثة ملايين لبي الليبيون اليوم لا يريدون شيء إلا مسألة التخفيف عن هذه المعاناة التي يعيشها الليبيون اليوم ارتفاع الأسعار نقص الكهرباء نقص السيولة شكرا جزيلا لك يعني ارتفاع أسعار الدواع كل ذلك الحقيقة يحتاج إلى حكومة قوية مدعومة من المجتمع الدولي بعيدة عن كل البعد عن كل هذه الشخصيات الموجودة اليوم في السلطة سيد محمد شبار المتحدث باسم المبادرة الوطنية ليبيا شكرا جزيلا لك كنت معنا من تونس وأشكر أيضا الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي على كل ما تفضلت به سيدي شكرا لكم ضيفانا